كنا مشاركين في برنامج اسمه المقابيس على المجلج هنا كان آخر يوم أهم يوم اللي ممكن نفوز فيه ونتقدم أو نخسر فيه كان عندنا مسرحية مدة 20 دقيقة مسرحية مدة 20 دقيقة هترفزون كتير وهي المسرحية كان بالنسبة لي أفضل ممثل هذا الشخص نمنى الليل يوم السبت نمنى الليل والرجال معنا ساعة واحدة بالليل نمنى ترى ظروفه ما تجيله بالليل اسمع قمت صلي الفجر ألقى رسالة السلام عليكم أنا ما بقول اسمه الصلاة السلام عليكم أنا الحين في وصلت لديرتي تم ديرتي تبعد تقريبا 300 كيلو بس تكفى حط لي في المسرحية دور غوي أبجي على وقت المسرحية دور غوي دور غوي طبعا نحن فريق كامل عشرة أشخاص ما ينفع أحد ينقص ما ينفع بروفات دو كل يوم أكثر يوم المورنس وبيجي على وقت المسرحية المهم أنا الآن في زحمة قمنا من النوم على الظهر الشباب متجهزين جبنا الغد أداك البخاري فرشنا على السفرة وين فلان؟ قلت قريب طيب شلون؟ قلت قروي النص النص فلان رئيسي دور غوي طيب وين فلان؟ قلت مع عليكم أنا بأخذ دورة حتى يجي قريب قريب عند ردك عليه أنت يرد عليك قريب خلاص أنا عرفت الرجال بجيك على المسرحية الله ما دقت عليه هم يسألونك عنه وينه لا لا أنا أدري هو أرسل لي رسالة أنه جاي أنه جاي حوله لا ما أرسل لي رسالة قاله بجيك على وقت المسرحية بس هو راح ديرته هو راح يزوره هلا يعني هذا متغاني بالله والله ويني بينك ومن يوم أدن صلاة الظهر إلى المغرب وهو قريب فهمت؟ الشباب آخر شيء اجتمعوا الشباب ادخلوا علي أنا المخرج والكاتب قالوا اسمعي يا صالح أنت على عيننا وراسنا لكن في لما يشارك في مسرحية صار موضوع شخصي صار موضوع شخصنا يا الربع يا الربع شوي ولا أخذنا الساعة كده اللي يدخل علينا هو ثلاثة أخويا تمام؟ قلنا نسوي بروفا ما هندي يتحرك كده حكونا أخويا خربوا البروفا ضلعوا أخويا يعني أخبر مننا الله يذكره بالخير بدون ذكر أسوه الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير راحنا المسرحية جبنا أفضل فريق طبعا طبعا شوف معلمك شي صالح يعني أنا استمتع إذا كتب وكتب مسرحية يعني مومنت نقبل شوي يعني أنا استمتع بصالة صراحة هذا كتب مسرحية وهو طبعا ما شاء الله عليه في المسرحيات أنا أعدى الأول صراحة هنا في المجد والله العظيم في المسرحيات أعدى الأول مدى نزق قال في المجد بعد شوية قال هنا لا 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 يعني أنا استمتع بكتابتها صراحة لأنه يلامس الشخصيات والشعور للمشاهدين الشي اللي احتاجونا يعطيك عليه نص لذيذ وتستمتع فيه وتمثل وتمثل فيه وكرزبة والله العظيم أنه أنه يمكن ثلاث مسرحيات خضناها وأربع مسرحيات في برامج غوية كلها الحمد لله اللهم لك الحمد للأول كلها الأول بدون منازع معنا 14 فرق 15 فرق معنا مئة متسابق ما شاء الله احنا الأول فيه فيه غنام الغنوات كنا نتنافس والله العظيم الفريق كله يجم يجتمع في وقت المسرحية صالح يقول العدب لا أشوفكم صالح الشباب قاعدين يسوون بروفات ده قال لا أشوفكم ارتجال لا أشوفكم لا 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 أشوفكم يعطي النصوص يقول يلا بعد يومين مسرحياتنا العاصر يجيك أخذ قهوته مروق طبعا الشباب كلهم أنا عارفة يجونا صالح شب يصير قال حاضب نصصك حاضب نصصك والله بروفتين ذلاذة دخلين الأول بدون منازع طبعا صالح قال يعني التعريف طيب موضوع مرة حلو أكيد كلنا يعني جربنا مسرح سواء أنت